الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق مع انتشار فيروس كورونا جعلت محافظة صلاح الدين متمثلة بخلية الازمة برئاسة المحافظة الدكتور المهندس عمار جبر خليل الى الاسراع باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع وصوله الى المحافظة الزميل احمد صلاح الدين واكب الاحداث واعدى تقرير التالي يتواصل انتشار فيروس كورونا بشكل سريع في انحاء العالم اذ يزداد ظهوره في دول جديدة كل يوم مع متابعة مستمرة من قبل الجميع في ظل توسع رقعة انتشار فيروس كورونا بشكل سريع فتحولت معظم الدول الى بؤر للمرض لا ينصح بزيارتها وتمنع الطائرات القادمة منها واسط تسارع في التطورات المتعلقة بهذا الفيروس وتكيد منظمة الصحة العالمية انه لا يمكن ايقافه بشكل فوري وانما يمكن فقط العمل على منع انتشاره في الوقت الراهن وفي اثر ذلك اتخذت جميع المحافظات العراقية سلسلة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا منها في محافظة صلاح الدين التي سارعت فيها خلية الازمة برئاسة الدكتور المهندس عمار جبر خليل الى ازدار مجموعة من التعليمات والارشادات كاجراء وقائي من هذا الفيروس اذ قرر محافظ صلاح الدين رفع حالة التأهب في جميع الدوائر ومداخل المدن وتفعيل العمل الجماعي للمحافظة على خلو صلاح الدين من كورونا مع وجوب الابتعاد عن المجاملة في تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية ارواح المواطنين ومراعاة خصوصية صلاح الدين جغرافيا ومجتمعيا مع اهمية التعاون البناء والمستمر مع الجهات المعنية والابتعاد عن كافة التجمعات العامة واعتماد الارشادات الصحية ومواصلة غلق المطاعم والمقاهي واعادة تقييم الموقف العمل كل يوم لحماية المواطن في جميع اغضية ونواحي المحافظة من خطر هذا الفيروس مطالبا الحكومة المركزية ومنظمة الصحة العالمية بدعم ورفض المحافظة بكافة المستلزمات الصحية والطبية في ظل تزايد رقعة الانتشار لكورونا وخصوصا في المناطق المحيطة بصلاح الدين مؤكدا ان جميع هذه الاجراءات رغم ان بعضها تقيد من حركة المواطنين اليومية الا انها تأتي بهدف الحفاظ على حمايتهم والحفاظ على صحتهم